نقص في مياه الري صعوبات في الحصول على الأسم ده وإشكالات في الترويج والتوزيع من غير ما ننساوا مشكلة المديونية اللي قاعد يكبر من عام العام هذه بعض من برشة مشاكل يعاني منها اليوم الفلاحة التونسي وكل هالإشكاليات خلات أثار كبيرة في مستوى الإنتاج والمدخول الفلاح توا معاش قادر بشي نجم يتواصف العمل الفلاحي إشكالات كبيرة إشكالات المديونية مياه الري الماء اللي توا ولا مقطوع في كامل أغلب أيامات السنة مشكلة مسالك الترويج والتوزيع لأن توا برشة خضرة وبرشة غلال قاعدة تطيش والدولة ماش قادمة تحرك مع الفلاح خسائر كبيرة قاعدة تكبد الفلاح وحده المعهد الوطني للأحصى أكد في الأرقام اللي تم نشرها في بداية الأسبوع هذا أن القيمة المضافة للفلاحة والصيد البحري سجل التارى جعب 7.8% خلال الثلاثة الرابع من سنة 2016 واللي زاد صعب خدمة الفلاحة سياسة التوريد اللي تعتمدها الدولة من حين لآخر لتعديل السوق والأسعار هذا عرفت عدة مناطق من البلاد تيلتها الأسبوع وقفات احتجاجية والاضطرابات يلقى الفلاحة التونسي اليوم روحه مشتت بين ديون الماضي ومشاكل الحاضر في انتظار أن الدولة تولي اهتمام أكبر بقطاع أنقى سابقا في عدة مناسبات الموازنات المالية اشتركوا في القناة